الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما بعد مستمعي الكرام نعيش الآن مع الوحدة السادسة من وحدات مادة التوحيد وهذه الوحدة إنما تتعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من أحكام وكما عهدنا فإن الوحدة تجتمل على بعض الدرس وهذا الدرس سنتناوله في هذه العناصر العنصر الأول سنعرف فيه النبوة والرسالة وكذا سنقف على الفرق بين النبي والرسول وكذلك الإيمان بالرسل وأيضا العنصر الثالث لسنتحدث فيه عن إثبات نبوة الأنبياء بالمعجزات وغيرها وهي الأدلة على أن الأنبياء هم فعلا أنبياء الله الذين أرسلهم إلى خلقه كذلك سنقف في هذا الدرس على عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين فالأنبياء جميعا قد أتوا إلى أقوامهم بينما محمد صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى الناس كافة كذلك سنقف في هذا الدرس على الحديث عن ختم النبوة وحكم المفاضلة بين الأنبياء وأخيرا نتناول هنا قشة أهل الكتاب في دعواهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للعرب خاصة أما عن العنصر الأول وهو تعريف النبوة والرسالة والفرق بين النبي والرسول فإن نبدأ بتعريف الرسول فالرسول مأخوذ من الإرسال وهو التوجيه وهو الإطلاق أرسل فلان فلانا أي وجهه إلى مكان كذا وأطلقه أي أطلق له الحركة إلى حيث يريد فالرسول مأخوذ من الإرسال بمعنى أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى البشرية أوجها إياه الرسول من حيث التعريف كذلك هو من بعث برسالة وكلف بحملها وتبليغها ومتابعتها الرسول سيؤدي رسالة الله إلى خلقه حيث كلفه الله تبارك وتعالى بحمل الأمانة وتبليغها أما عن النبي فالنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر وما يتعلق بالخبر الذي يتعلق بالخبر إما مخبر وهو الذي أرسل وإما مخبر وهو المرسل إليه أما المخبر فالمعنى أن الله تعالى أمره أن يخبر غيره بوحي الله وأوامره المخبر هو من أرسله الله الله أرسل رسوله فالرسول هو مخبر عن الله تبارك وتعالى أما المخبر فهم الخلق الذين أرسل الله إليهم أنبياءه ورسله فالمخبر أن الله تعالى أخبره وأوحى إليه بأن يأتي إلى الناس فيعلمهم ويهديهم ويعلمهم الكتابة والحكمة أما الفرق بين النبي والرسول قيل إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قيل من بين التعريفات لأن تعريفات كثيرة منها أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والحقيقة أن هناك تعريفات كثيرة نختار منها أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ أي هو الضمير هنا يعود على الرسول والرسول ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله أي إن هذا الرسول يؤدي رسالة من كان قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله يبلغه عن الله رسالة الله عز وجل فهو نبي وليس بالرسول ترجمة نانسي قنقر